أعوذ بالله من الشيطان الرديم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعن الرأس شيبا واشتعن الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي اسمه يحيا بغلام اسمه يحيا لم ندعن له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلد من الكبر عديا قال كذلك قال ربك وعلي غير وقد خلقتك من قبل من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آياتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فقرد على قومه من المحرى ببعاء إليهم أن سبحوا بكردا وعشيا يا يحيا خذي القداب بقوة وآديناه الحكم صبيا وعنانا من لدنا وزكا وكان بقيا وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم أولد ويوم يمود ويوم يبعد حيا واذكر بالكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرطيا فاتخذت من دونهم حجابا وأرسلنا إليها روحنا فدمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت دقيا قال إنما أنا رسول ربك لأغب لك غلاما سكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولمك بغيا قال كذلك قال ربك قال ربك وعلي يبين ولندع له آية للناس آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأداءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليدني ميت قبل هذا فكنت نسيا منسيا فناداءها من دحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك دحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فقلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر بن البشر يحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن تكلم اليوم إنسيا فأدت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت ليه قالوا كيف نكلم من كان في المد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكذاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دند حيا وبرا بوالددي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم آمود ويوم أبعد حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلب الأحزاب من بينهم فويل للذين كبروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنذرهم يوم الحسرد إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرد الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر بالكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال اليبيا أبد لماذ أعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني ولا يغني عنك شيئا يا أبد إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أدك صراطا سويا يا أبد لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبد إني أغاب أن يمسك عذاب من الرحمن عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب أنت عن آل يدي يا إبراهيم لئن لم يأتك لأرجمنك واجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله فأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شطيا فلما اعتزلهم وبا يعبدون من دون الله من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا دعلنا نبيا ووغبنا لهم من رحمدنا ودعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر بالكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا ووغبنا له من رحمدنا أخاه غارون نبيا واذكر بالكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر بالكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذري يد آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذري يد إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجدبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن وكان خروا سجدا وبكيا فقلب من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشغبات فزوب يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جناد عدن الذي بعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورد من عبادنا من كان دقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين عيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماواد والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان وأنا خلقناه من قبل ولم يقول شيئا فوربك لنحشرنهم ثم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعد أيهم أيهم أشد على الرحمن عطيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا باردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي البريقين خير مقاما خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن وثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا أراه ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من وشر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ذوابا وخير مردا أبر عيدا الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا وولدا أطلع الغيبام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرده ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلية ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم ترنا أرسلنا الشياطين على الكافرين على الكافرين ذأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ودا لا يملكون الشباعد إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السمابات يدفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آديه يوم القيامة ذفردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانه لتبشر به المتقين به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم